اشتركوا في القناة الحلقة 166 بداية مرضى النبي صلى الله عليه وسلم فالحلقة المالية تكلمنا عن معالم التوديع إلى الرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم في حقية الوداع وما تلاها من بعد من أحدث الآن إن شاء الله ديبالل حلقة الله يوم النبي صلى الله عليه وسلم الحمام كفاء مبتديبو ديبال حلفات حلقات 165 وقوها معنا النبي صلى الله عليه وسلم الأشاير رحمة وأشاير رحمة صارحة وقل أمتها وكم سر الله سكر ربي كم سر الله من الدنيا كم سر الله قاعدها السؤول على ووضع العلامات والأشهرات كلها والحياة بارق عرضت وارقيتهن هذا حمام النبي صلى الله عليه وسلم كفاء مبتا وحقه مهيني ولووسي يعني لأحد لنا يقوله وسيئة معلت لباللن التهاجة كفالت الله كفال الله بداية المرض ويوم الاثنين الأخير من شهر سفر شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقع قالت عائشة رجع من البقع وأنا أجد سداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه فقال بل أنا والله يا عائشة ورأساه كان هذا بداية مرضه صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يدور على نسائه حتى اشتد به المرض هو في بيت ميمونة فأخذ يسأل أين أنا قدا أين أنا قدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فخرج يمشي بين الفضيل بن عباس بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب تخط قدماه بالأرض حتى انتغل إلى بيت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ديب شهر سفر آخر أي آخر يوم ديب شهر سفر صلى الله عليه وسلم ديب إلا سنة إلا إلا سنة إلا سنة هدعشر الجلية النبي صلى الله عليه وسلم جنازة لشهداء غير جنازة كيساء ديب البقية ومن الجنازة أنت لا قبلوا أنت دفنوا أنت لا قمسة لأقبلوا دي بيت عائشة كمسة لمعطاها عائشة انتشكت أن حدو ورأسها رأشين تتفل من صداع شكا على ورأسها رأسها والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنا ورأسها أنا عائشة والله أنا أعطل الأشهر ورأسها الذي آدمه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا بداية مرضه صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك يدور على نسائه واشتد به المرض وهو في بيت ميمونة فأخذ يسأل أين عناقدا أين عناقدا يعني يوم عائشة أذن له أزواجه أن يكون حيث شاء فخرج يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب تخط قطمه الأرض حتى انتقل إلى بيت عائشة ونبي صلى الله عليه وسلم الحمامو ببلا أنبتا وانتقل إلى وقت الله فنقيلة حوائلو فنقيلة أنسو قسم على الوقتو مرات ببلا ومرات مسئلة مرات مسئلة جيس على وحقوه لحمام شوية كمسل يعني بات حديبو صلى الله عليه وسلم دي بيت ميمونة أم المؤمنين على فبلا فحنقوحنا دوري أياتو فحنقوحنا أياتو بيتنا عائشة لحد على والأنسه يعني الجزايا أقلو دي بأهت الحدياء أقل يجيس وفضل ابن عباس ودعباس عمه وعلي ابن أبي طالب ابن عبطو ابن عقاب ابو ابن درارك سك بيت عائشة رضي الله عنها كان جيسا طيب أحده ووسيته قالت عائشة رضي الله عنه لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال ريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهدوا إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دي بيت عائشة بيلا مايك عودشي من مايه من مايه من مايه عربت من مايه قربة سابع وقربة منه ليتفتح باهم ملوقات لهاللايالا ماينا ينبرود لاللا منن واشتد به من نبي صلى الله عليه وسلم أولا مايه من مايه وسلم سكة جماعات فقرة سكة المؤمنين فقرة ديبون وخاطبة فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقة ينسب عليه من تلك القرب ينسب عليه من القرب نسب عليه من تلك القرب حتى طفقة يشيروا الينا ان قد فعلتني يعني خلاص كفة وديا كن قليا كتن منا اهتلوا وسيان منا قربة منا اه حربت منا لك ايدي باعلا لك ايدي باعلا وعقوه ما تأبت مامايا خلاص وديا كن شكرا لبلنها لنبي صلى الله عليه وسلم وحقوها سكة جماعات فقرة ثم خرج الى الناس فصلى آآ بهم وخطبهم حقوها النبي صلى الله عليه وسلم فقرة فصلى ابوهم وخطبة ودعوهم صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال دهيني التخطبات مبيلا لقد قطبت لابيليه النبي صلى الله عليه وسلم ديبه يهتل بيليه يهيلا ديبه تهتل بيليه منهتل بيليه يهيلا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد وقال لا تتخذوا قبري وثنا يعبد لا تتخذوا قبري وثنا يعبد نبي صلى الله عليه وسلم اللي اكان ديبابينا ووضحا انو لأمم لقدمين العالد لمقابر لنائي انبيانا يوم ونائي سالحينا يوم نسالحينا يوم كمسال مسجد نسو على ورسله ديبه طوفه ديبه لتقربه بالتناسيحبه اللي جايزي كونه يتحدو بيليه نبي صلى الله عليه وسلم المقابر يتنسو واني المساجد قبر يشدو واني بيليه لقبور مساجد يشدو واني بيليه وانا انهيكم هالليوك بيليه النبي صلى الله عليه وسلم اقول ان هم منو قدمنا بطلب المنونا نهاي هايين يتقربو يتتعنكفو يتمتو ريمة منووطا ونققودققوطا وقال في الله يهود لعنا بلا لعنة الله عاد اليهودي والنصارى لا اقبر نايانبيا وانايا سالحينا نايوم مساجد وادو علو لاتاتخذو قبري وثنا نعبد اللي اشارت ان انا ميت اللي كوتا متكم نقبل اقابري يتعبدو وثني تدون بلا صلى الله عليه وسلم لكن السلام السلام عليك يا رسول الله اديت الامان وبلغت الرسالة وجهدت في الله حق جهدي جزاك الله وعننا خير جزاك وحقوه سقبلت نتوال لأبكات الدعي وتوكل دي بربي سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان دي با قطبط اللي خطبه وعرض نفسه للقصاص واوسب الانصار خيرا ثم قال حر نفسه للاقصاص عرضيه قلال الحد دمية كويلة وادي وانا وماذا لمطلبوا ادناي لنساء قلال الحد قلال حد حقل الحد قلال نبي صلى الله عليه وسلم قلال نفسه قلال قصاص عرضيه ووسا وسايت خاصة بانصار ثم قال اقوام بيالا ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبينما عنده فاختار ما عنده قبر منا اقبرنا يا ربي ربي خيرته بيو لا دهرت الدنيا مننا اللا جماله ولا من عمامنا اسوة حد لبي ليو وباقل الحد ولكن لباقلها للحرام سر رب العالمين ولا اشارته قلال النبي صلى الله عليه وسلم كمان ربي الدنيا تحدم على اقرب اليو والنبي صلى الله عليه وسلم على الاخرى حدا لنا يباقل بلا دائمة الحرام صلى الله عليه وسلم اللي تلا مخصود لنا لك عن دبا ابو سعيد الخدري من لبالها الله قال ابو سعيد الخدري فبكى ابو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا وبينما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر أعلمنا ابو سعيد الخدري بلا لقدام بلا وقال حول الناس اللي ناس لشاهد لان ابو بكر بلا حقوق الرسول الأزام كم سألكم سال بلا ابو بكر بلا فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وأنفسنا ولا جماعته بلا وشيخ ابو بكر شوية عبالا اللي ناس قل حول ملو بالهلا كلامة الشيخ قلنا أحيانا قلنا ناس لحبي تلقى سدبا شيخنا علم لات عندي يقبي يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر له نفسنا نفر خيروا بين الدنيا وبين الآخرة ومسل دي بدنيا اللي باقول هالليت واللي باقول هالليت حارة واللي هي لبلنا واللي هي لبل بلادنا فديناك بمهاتنا فديناك لبلوا بيلوا لقدام كتعجبوا لكن دي بإلا كان إلا لاتخيار لعلى الخيار لوادق دي بول على لعبد لخيور العلى ورب لخيور العلى رب لخيير بين الدنيا وبين الآخرة وبين جنتنا الدنيا وجنتنا الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم وهتو الأخرى خيار وابو بكر يعني أعلم وأفقى من إنا على لمراد ولا قصدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهمي لبل أبو سعيد الخذري رضي الله عنه ثم أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وأمر بسد الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبو بكر ومن لحرهيني النبي صلى الله عليه وسلم لأبواب لنا يا مسجد لما أتيت كلة الذباء بل بابنا يا أبو بكر رضي الله عنه والله يعني خصوصيتنا يا أبو بكر رضي الله عنه والله يا النبي صلى الله عليه وسلم لبي ليا وكان ذلك يوم الأربعة فلما كان يوم الخميس قد اشتد به الوجع قال هلم أكتب لكم كتابا لن تدلوا بعده فقال عمر قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله فاختلفوا فلما أكثروا الغلط والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني وأوسى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفود بنحو ما كان يجيدهم وأكد لهم أمر الصلاة وأكد لهم أمر الصلاة وأكد لهم أمر الصلاة وما ملكت أيمانهم وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلقة الله دي بلاك أنتهي ودي بلاك أنتهي هيني يوم الأربعاء اللي دي بيوم الأربعاء على ودي بيوم الخميس لوجع شوية بعد حديبو ومطابي اليوم قل الصحابة رضوانا لا عليهم قلق اللي كتابو قلقم وعمر رضي الله عنه بلا وجع بعد بعض الحديبال لحنا كتاب رب العالمين بنا وكتابها اللي قلقنا كمسل بلوكو نوس نوسهم كمسل أختلفو ولهجي شوية كمسل بعد حال لاتان الله هاتان ما يكوه من الباهالو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بحرقوا من قناة أمية شوية بيليوم وفقروا وحقوها وصيوم إنه لا يهود ولا نصارى ولا مشركين من الجزيرة ني عرب قل فقره يهود ونصارى ومشركين دي دي بجزيرة عربية قل ينبرقوا لهم قل فقره وصال النبي صلى الله عليه وسلم كمسل يهو بيلا لوفود لما اطرع لو كم ما أنا لاستقن الله معالك مخماعنا وبهم علما وبركي جيفا ينبرقوا سأليهم وما تقدم أمر ناي سالة تروني الجود وكم سليو كمان ولا تملككم الهال له وكم سليها بيلا اصطنا التحدث August ا그램 tér أعسيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله عنه وعلى الصلاة الى ان شاء الله نتابع ودحانكم اشتركوا في القناة